موسيقى اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج هنتكلم فيه مع بعض عن موضوع يمكن كتير ما بنسأل عنه تسائل كتير قوي في مؤتمرات وفي اجتماعات بحضرها هنا في امريكا وفي كل بلاد المهجر عن موضوع الهجرة هل الهجرة صح ولا غلط هل الهجرة بركة وخير ام شر ازاي اعيش لربنا حتى وانا مهاجر هل الله لي اصد في حياتي لما هاجر ايه البركات اللي ممكن اخدها وانا يمكن اتنقلت او ارتحلت من بلادي ومن مسقط رأسي الى مكان اخر ايه الضعفات اللي ممكن اقابلها او امر بيها ايه المعاملات الالهية معايا انا في فترة الهجرة او في المكان اللي انا هاجرت اليه ازاي اكون بركة ويكون فعلا الهجرة بتاعتي بركة البيتي والحياتي والناس اللي حواليها والبلاد اللي انا فيها والبلاد اللي خرجت منها كتير ما اسئلة بتتبادر الى ذهننا وبنسأل كتير عن الاسئلة دية هحاول بنعمة الرب في الحلقة دي ويمكن في حلقات تاني ارد من خلال الكتاب على دليل للمهاجر ازاي تكون مهاجر امين لربنا ازاي تكون مهاجر ناجح ازاي الرب يقدر يعمل فيك زي ما قال مع ابراهيم اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارضة التي قريك وقال لما انتهت هاجر ولما ابراهيم هيهاجر قال انا اباركك مش بس اباركك لكن كمان وتكون بركة وانا اعتقد ازاي كل مؤمن مهاجر كل مسيحي مهاجر حتى كل انسان لو ما كنتش بتعرف الرب وبتسمع الحلقات دي يقدر رب يبارك هجرتك ويبارك غربتك ويخليك فعلا تكون بركة لكل اللي هم حواليك من خلال السلسلة دي او الحلقات دي هنتأمل مع بعض في كلمة ربنا عن بعض المهاجرين في كلمة الله يمكن اكبر مهاجر او ابو المهاجرين وابو المؤمنين هو ابراهيم وهنتكلم في السلسلة دي عن بعض المهاجرين اولا عن عائلة مشهورة هاجرت كلها وهي عائلة ابراهيم لكن هنشوف كمان مهاجرين كتير هنشوف واحد زي يوسف لما هاجر لمصر هنشوف كمان زي لوط لما هاجر هنشوف زي دانيال لما هاجر نحمية لما هاجر هنشوف شخصيات كتيرة هنسمع وهنتعلم منهم وهنشوف ايه بركات الله في حياتهم وازاي زي ما الرب بركهم يقدر يبركنا لكن عايز ارد على السؤال الاولاني هل الهجرة صح ولا غلط هل مفروض اننا هاجر هل دي مشيئة الله في حياتي هل الله ممكن يبركني حتى وانا بهاجر ما نقدرش نصدر احكام عامة ولا نقول الهجرة كلها صح ولا الهجرة كلها غلط لان كلمة الله بتورينا ان في ناس هاجرت بحسب مشيئة ربنا وفي ناس هاجرت مش بحسب مشيئة ربنا يعني مثلا لما نشوف واحد زي ابراهيم ده هاجر بحسب مشيئة ربنا بحسب امر ربنا لي الرب يقول ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو ما بين النهرين وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي قريك يقول الكتاب فخرج وهو لا يعلم الى اين يذهب فابراهيم هاجر بحسب مشيئة الله ده هاجر حسب امر الرب الرب اللي امره يقول الكتاب انه بالايمان لما دعيا اطاع وده النوع الاول من الهجرة هجرة بحسب مشيئة الله هجرة بحسب فكرة الله هجرة بحسب امر الرب والنوع ده من الهجرة الرب يحط ايده بالبركة من اول خطوة لنهاية العمر كله ويا باخت المؤمن اللي فعلا مش بيتحرك حركة في حياته الا لما بيكون واخد ارتياح الروح القدس جواه ان هذه هي مشيئة الله وده اللي حصل مع ابراهيم انه هاجرة بحسب فكر الرب وبحسب امر الرب لكن فيه نوع تاني من الهجرة بيكون مش بحسب فكر الرب لكن بحسب استحسان بشري وده يمكن نشوفه زي في حياة لوط لوط هاجر الجزء الاول وهو ماشي مع ابراهيم بحسب فكر الرب وبحسب مشيئة الرب لكن جف منعطف في حياته في مرحلة في حياته واختار لوط لنفسه يقول الكتاب رأى سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر فحجبته وقال لي انا خلاص زهقت من العشرة مع عمي وزهقت من العشرة مع ربنا وانا حايز اشوف سدوم وعمورة واغراءات سدوم وعمورة وكل ما في سدوم وعمورة مع انها كانت شريرة اداء وامام الرب فاخذ قرار واختار لنفسه ونقل خيامه وراح نحية سدوم وكانت الهجرة دي مش سبب بركة الحياة بل بالعكس كانت سبب تعب ليه كان بيعذب نفسه البرة وبسبب تعب كمان لأسرته والبناته والامرأته واحنا عارفين القصة كلها بتاعة لوط ان كانت الهجرة دي سبب انحضار متوالي في حياة لوط ده نوع تاني من الهجرة هل الله ممكن يتعامل معايا في النوع الاول اللي هو الهجرة بحسب فكره نعم الرب يبركني طيب هل الرب ممكن يتعامل معايا في الهجرة حتى لو كانت زي هجرة لوط ده اللي هنتعرض اليه في الحلقة دي ويمكن في الحلقات اللي جاية عن هذا الامر الحيوي والمهم في حياتنا حتى ولو انا هاجرت بحسب استحسان بشري لكن لما بتواضع قدام الرب حتى لو انا اخطأت وحتى لو انا استحسنت لكن اذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي فاني اسمع من السماء واخفر خطياتهم وابرق ارضهم في نوع تالت بقى من الهجرة يمكن اللي برضو عايزة تكلم عنه وهو هجرة ابراهيم هاجر حسب امر الرب ولوط هاجر حسب استحسانه البشر لكن ايه رأيكم في واحد زي يوسف لما جه لمصر ايه رأيكم في واحد زي دانيال لما راح لبابل ايه رأيكم واحد زي نحمية مثلا لما كان بيشتغل ساق الملك ده هاجر رغم عنه ده راح مسبي راح مش بارادة يوسف ده يوسف راح يعني بعو اخواته الى الاسماعليين والاسماعليين هما اللي بعوه الى فوتفار احيان في ناس بتهاجر رغما عنها اصرتي هاجرت وانا ابنهم فاضطريت ان انا اهاجر ربما ضغوط شديدة كانت في بلادي او كانت في الشرق الاوسط ضغطت علي جدا اضطررت ان اهاجر او اضطررت ان اخرج ربما لم اأخذ انا القرار لكن في حد غيري خد القرار وخلاني اهاجر هل يستطيع الله ان يتعامل معي حتى ولو كانت هجرتي رغما عن ارادتي حتى لو ما كنتش انا اخترت المكان حتى لو انا ما كنتش اخترت الزمان حتى اللي انا جيت هنا مجبر وليس عن طريق الاجبار مش عن طريق الاختيار حتى لو كان النوع ده من الهجرة الله يستطيع ان يتعامل معي لو كانت هجرتي زي ابراهيم لو كانت هجرتي زي لوط حتى لو كانت هجرتي زي يوسف اني انا مجبر على الرحيل او انا جيت هنا رغما عن ارادتي النوع الرابع من الهجرة النوع غريب قوي يمكن نستغرب عنه النوع ده مش كان بحسب فكر الرب ولا كان بحسب استحسان بشري ولا كان عن طريق الاضطرار أو الإجبار لكن أقدر أسميها هجرة العصيان هجرة التمرد ويمكن ده واضح في القصة والمثل بتاع الابن الضال الابن الضال زي ما احنا عارفين كان قاعد مع أبوه متمتع بخير أبوه وكان بيت أبوه فيه غنى وفيه خير وفيه رخاء لكنه فضل الاستقلال ورح لأبوه قال له أعطيني القسمة الذي يصيبني من المال اديني القسمة الذي يصيبني وإحنا عارفين أن المثل ده بيكلم عن الله الاب ومحبته لنا أحيانا زي الابن الأصغر ده أو الابن الضال يعني لم يعجبه الحياة مع الله طلب الاستقلال وطلب أن هو يبعد عنه قال له أبوه أعطيني القسمة الذي يصيبني ولما خد القسمة الذي يصيبه يقول ذهب وصافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف وأنفق معيشته مع الزواني كانت الهجرة دي أو النوع الرابع من الهجرة هو هجرة العصيان هجرة التمرد الرفض لمحبة الله الرفض لوصايا الله رفض طريقة أبوه في التصرف عايز يستقل عايز ينفصل عايز يعيش حياته كيف ما شاء عشان كده أنفق كل معيشته مع الزواني يقول الكتاب أنه هو ابتدأ يحتاج لكن لم يعطيه أحد ولما كان في هذه الحالة يقول الكتاب أنه مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير هذا النوع من الهجرة بيخلي الإنسان بيمر بحالات من الزل ومن الضيق يقول كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا كان شاعر قد إيه أنه حتى كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوبة التي كانت الخنازير تأكله ولم يعطيه أحد لكن السؤال المهم حتى لو كانت هجرتي من النوع الرابع يمكن أنا كنت مرتاح قبل كده ويمكن كان ليه علاقة مع ربنا قبل كده ويمكن كنت عايش في أسرة سعيدة وفرحان ومبسوط وبشتغل وكان بيني وبين الله علاقة حققية لكن أنا قررت أن أبعد عن الله وخدت قرار بإرادتي وقرار خاطئ وخدت قرار بالاستقلال عن الله والانفصال عن الله وربما ذهبت إلى أبعد كورة لكن حتى وأنا هناك هل الله يستطيع أن يتعامل معي حتى لو كان قراري خطأ بنسبة 100% هل يستطيع الله أن يتعامل معي ده اللي هنشوفه في الحلقات اللي احنا هنتأمل فيها مع بعض واللي فيها هنشوف أنواع مختلفة من الهجرة وهنشوف بركات عديدة في الهجرة وهنشوف أيضا ضعفات كتيرة في الهجرة أقدر أسميها أمراض الهجرة وهنعرف كمان إزاي نخلي بالنا منها وإزاي نتحذر منها لكن كمان هنشوف حاجة حلوة للغاية وهي إزاي الله يقدر يتعامل معنا ويتدخل معنا حتى لو كانت الهجرة بتاعتنا من أي نوع من الأنواع الأربعة حتى لو كانت هجرة بحسب فكرة الله زي إبراهيم الله سيضع يده بالبركة ويبارك حياتنا حتى لو كانت الهجرة بتاعتنا بسبب استحسان بشري ونوع من الرغبة البشرية والطمع البشري والإغراء البشري الله يستطيع أن يتعامل معنا ويبارك حياتنا عندما نأتي إليه متضعين حتى لو كانت الهجرة بتاعتنا أيضا نتيجة الطرار لم تكن عن طريق الاختيار ما كانش لي أنا زوجة وزوجي قرر أنه يهاجر مع أني أنا كنت رفضة لكن اضطررت أن أهاجر معه ربما أنا لم أبلغ السن حتى القانوني وأنا اضطررت أن أهاجر ربما بظروف سيئة في بلدي وكان في ضغوط شديدة علي وكان في التهاد علي واضطررت أن أخرج حتى لو كانت هجرتي كيوسف أو كدنيال أو كنحمية الله يستطيع أن يتعامل معي حتى لو كانت هجرتي هي هجرة الهروب من الله والعصيان والتمرد على الله والذهاب إلى الكورة البعيدة إن محبة الله تصل إلي في أي مكان أخي المشاهد أينما كنت تسمعني وأينما كان نوع هجرتك وأينما كان الوضع الذي أنت فيه الآن مهما كانت ظروفك ومهما كان وضعك يستطيع الله أن يتعامل معك مهما كانت الظروف في هذه الحلقة سنحاول بنعمة الله أن نتكلم على أبو المهاجرين في كلمة الله أبو المؤمنين أفضل من هاجر ومن عاش حياة الأمانة في الهجرة الحقيقية سنتكلم عن إبراهيم رجل الله كيف بارك الله حياته في الهجرة وكيف ضعف أحيانا أيضا في الهجرة وكيف مد يده الله بالعلاج عندما ضعف وكيف استطاع الله أن يرد نفسه سنستمع عن هذا الرجل العظيم الذي هاجر وبارك الله حياته وسيبارك الله حياتك أنت أخي العزيز المشاهد بعد هذا الفاصل سنستمع عن هجرة إبراهيم رجل الله المبارك أستودعك الله شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إذا أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج من فضلك اتصل بنا على 714-709-4300 أو على 714-421-4109 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info.alcarmatv.com أو يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alcarmatv.com أو رأسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 أهلا بكم أحباء المشاهدين مرة تاني بعد الفاصل ونكمل مع بعض الموضوع اللي اتكلمنا فيه وهو موضوع الهجرة من خلال الكتاب ودليل المهاجر من خلال كلمة الله وقالنا نحن نتكلم عن رجل الله إبراهيم أبو المؤمنين ونقدر نسميه أبو المهاجرين كمان وأول مهاجر في كلمة الله يظهر بوضوح أنه هو هاجر السؤال اللي عايزين نسأله هل كان في حياة إبراهيم الهجرة ليها بركة في حياته وهل كان في ضعفات في هجرة أبونا إبراهيم وإزاي الرب تعامل معاه وإزاي الرب عمل تدخلات إلهية في حياة إبراهيم في حياة الهجرة هل فعلا كان فيه بركات في حياة إبراهيم عندما هاجر نعم أحباي أعتقد فيه عدة بركات البركة الأولى ويمكن اللي بنلاحظها في حياة إبراهيم إنه تعرف بالرب معرفة حقيقية ومعرفة أعمق لما هاجر ما بقول لناشي الكتاب إنه قبل ما يهاجر كان لي علاقة حية وعميقة مع الله نتو عارفين إن إبراهيم سمي خليل الله أي صديق الله اللي هو لي علاقة خاصة مع الله اللي كان الله بيزوره ويتكلم معه واللي قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله اللي كان ربي يتحدث معه عن كل الأسرار وعن كل الأمور أحيانا وإحنا في بلادنا الأصلية وإحنا في أرضنا وإحنا مع عشرتنا ومع أسرتنا بنبقى مشغولين جدا ومش بنفكر في ربنا أو ربما أحيانا مش شعرين إن إحنا محتاجين لربنا لكن لما بنهاجر أو لما بنيجي البلاد غريبة ربما مش عارفين لغتها ومش عارفين عدتها ومش عارفين تقالدها وربما تحرمنا من دعم الأسرة ومن وجود الأسرة حوالينا بنلاقى روحنا وحدين ولما بنلاقى روحنا وحدين بنشعر وبنختبر إن ربنا معانا يمكن ربنا جايبنا هنا في البلاد مش بس عشان بركة مادية ولا عشان نجاح مادي لكن يمكن ربنا كان قصده من هجرة وأكيد مش بس يمكن قصده من هجرة إبراهيم مش بس إنه يبركه ويديله مال وفضة وذهب وجمال وحمير وبقر وإماء وجواري رب عطاله كل هذا لكن كان أول أمر رب عايز يدهوله هو إنه يعرفه معرفة شخصية ربما كنت معتمد على شغلك على نجاحك على أسرتك على عائلتك لكن هنا لما جيت شعرت إنك وحيد وربما شعرت إنك ضعيف وربما شعرت إنك غريب الوقت ده وقد إيه في كل الجوالات بتاعتي بشوف ناس كانوا ربما في مصر أو الأردن أو سوريا ما يعرفوش ربنا لكن عرفوا ربنا هنا بل أعز واحد على قلبي كنا بنصلي الأجله كتير قوي وهو في مصر ما عرفش ربنا في مصر لكن عرف ربنا في الغربة ولما هاجر لما شعر إنه وحيد وما فيش حد حواليه ربنا قرب منه هو قرب من ربنا أعتقد إن أول باركة للهجرة إنك بتشعر بضعفة تشعر إنه غريب تشعر إنك وحيد تشعر إنك محتاج لواحد يقف جنبك وأنا بشجعك النهاردة لو أنت بتسمعني وشعر إن حواليك ناس كتير بس محدش فهمك هو بيفهمك محدش قريب منك هو قريب منك محدش بيساعدك هو هيساعدك محدش وفي معاك مخلص ليك هو هيكون مخلص ليك قد إيه قال داود الكلمة الحلوة دي أبي وأمي قد تركاني لكن الرب يضمني وإبراهيم اختبر هذا الأمر أحيانا يمكن في بلادنا الأصلية بنكون تعودنا على حاجات معينة وبنفكر بطريقة معينة لكن لما بنيجي ربما لبلاد زي هنا ممكن ربنا يستخدم الحرية يمكن في بلادنا ما كناش بنقدر نفكر غيرت ربنا عليه والدين اللي طلعنا فيه والكلام اللي تقلنا لكن ممكن هنا في بلاد الحرية ممكن يكون عندي حرية للتفكير وأنا بشجعك إنك تفكر ولو أنت بتسمعني النهاردة إبراهيم لما كان في أرضه بين عشرته كان بيعبد آلهة أرضه آلهة عشرته لكن ربنا قال له طول ما أنت قاعد معاهم هتعبد الأوثان وهتعبد زيهم وهتعبد زي ما طلقت يا إبراهيم وزي ما تربيت يا إبراهيم أنا هخلعك من أرضك وهخلعك من عشيرتك وهخلعك من بلدك علشان هغير الطريقة اللي أنت بتعبد بها وهغير الإله اللي أنت بتعبد وهعلمك الإله الحي الحقيقي اللي بيحبك أنا معرفش أنت إيه خلفيتك أخي المشاهد لكن ربما ربنا سمح بالهجرة عشان تفكر وتاخد من الحرية اللي موجودة هنا في البلاد حرية تفكير وتفكر هل يا رب أنت موجود؟ ولو أنت موجود اعلن لي ذاتك وأنا عايز أقول لك حاجة حان كتيرها ما احنا بنغير كل حاجة لكن ما زلنا تقليديين في علاقتنا مع الله أنت جيت أنا ربما غيرت لغتك غيرت شغلك غيرت حاجات كتير قوي لكن أنا بدعوك تفكر تفكير حقيقي هل أنت تعبد الله الحي الحقيقي اللي بيحبك؟ إبراهيم عرف ربنا معرفة حقيقية مش هو في وسط أهله في وسط أهله ما كانش قادر يتغير عن آلهة أباؤه لكن لما ربنا نقله نقلة جديدة عرفه بيه معرفة جديدة صلاة ليك أنك تكون عرفت الله الحي الحقيقي اللي أرسل ابنه الوحيد ليموت نيابة عنك وهذه هي البركة الحقيقية للهجرة لأن الهجرة تخليك تشعر أنك وحيد غريب ضعيف وربما في مكان حر يقدر الله أن ينفرد بك ويتعامل معك وهذه هي البركة الأولى لكن في الحقيقة في حياة إبراهيم مش بس بركة أنه تعرف بالرب لكن بركة كمان أنه نجح نجاحا عظيما لم ربنا بيحط إيده بالبركة في حياة المهاجر بيبارك يقول الكتاب عن إبراهيم لما نقرف كلمة الله في أصحاح 12 من سفر التكوين يقول عن إبراهيم أنه صنع إلى إبرام خيرا وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإيمان وأتن وجمال وقال له رب قم امشي في الأرض طولة وعرضها لأني لك أعطيها ربنا بيبارك في الهجرة مع أنه كان رايح وهو غريب ومعندوش ربما خبرة يقول الكتاب عنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي ما كانش عارف هو رايح فين ما كانش عارف حتى ما درسش الأرض دي ولا يعرف أي شيء فيها بس كان الرب معه والرب لما يكون معك بنجح طريقك يقول الكتاب عن يوسف اللي ممكن هنتكلم عنه برضو من ضمن المهاجرين المباركين كان الرب مع يوسف فكان رجلان ناجحا الرب باركه مديا وبركه في بيته وبركه في عياله وبارك إبراهيم جدا حتى أن الناس اللي حواليه شهده قالوله أنت رئيس من الله بيننا رب بيبارك في الهجرة وبيبارك لما تجيله وتقول لي يا رب أنا محتاج أنك أنت تباركني ليتك تباركني وتوسع تخومي كمان تبارك إبراهيم أنه إبراهيم أكثر واحد تعلم الطاعة وتعلم الإيمان ودايما زي ما احنا عارفين كلنا إن إيمان إبراهيم خطوات إيمان أبينا إبراهيم يتقال عنه أبو المؤمنين أحيانا في الغربة بنتعلم الطاعة في الغربة بنتعلم الإيمان أحيانا لما بنكون فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة ومتكلين على دواتنا مش بنعرف نتعلم الطاعة والإيمان لكن إبراهيم لما راح للأرض الغريبة تعلم الطاعة والإيمان ورب استخدمه وشهد قدام الناس كلهم قدام كل الكنعانين وهم شهدوا عنه أنت رئيس من الله بيننا أنت شخص مختلف عننا لكن اللي عايز أركز عليه هل كان في ضعفات في حياة إبراهيم وقت الهجرة إيه اللي ممكن نتعلمه من حياة إبراهيم حباقي معا بكل الفخر نقول أن كلمة ربنا ذكرت لكل واحد من كل رجال الله ضعفات مش عشان تقلل منهم لكن علشان كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا وإنذارنا كتاب لما بيذكر أن إبراهيم إيه الضعفة اللي حصلت له أنه في طريق الهجرة وفي طريق الغربة لما حصل جوع وحصل ظروف اقتصادية سيئة انحضر إلى مصر خد خطوة وتنقل إلى الجنوب أكتر ولما راح للجنوب خاف وعمل الأمر ده مرتين عملوا في مصر وعملوا في جرار أنه خاف وقال في جرار ليس خوف الله في هذا الموضع الناس ما بتخافش ربنا هنا وأنا محتاج ماديا وفي ظروف صعبة فرح خاف على صارة وضعفة وكذبة وقال صارة عن صارة أن هي أختي فرح فرعون أخذ صارة ويقول أعطاله لما أخذ صارة صنع له خيرا بسببها وأعطاله غنم وبقر في تكوين 12 وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال وصارة غنيا جدا إيه الضعفة اللي ممكن تحصل في الهجرة؟ إن إحنا أحيانا ربما في بداية الهجرة أو في بداية الغربة ربما الظروف الاقتصادية بتكون سيئة أو صعبة وربما بنخاف ونتيجة إن إحنا بنخاف بنخاف من المستقبل بنخاف من الظروف بنضعف أحيانا بنتيجة لضعفنا بتظهر بقى المخاوف البشرية اللي بتخلينا نغلط ونغلط نعمل حاجة غلط وده اللي حصل مع إبراهيم ربما نخطئ ونتصرف تصرف خطأ مع زوجاتنا مع أولادنا في شغلنا ناخد قرار غلط نعمل حاجة غلط في حياتنا نتيجة ضغط الاحتياج وده اللي حصل مع إبراهيم ولما حصل كده مش معنى كده إنه لما غلط العالم أحيانا بينتظر مننا إن إحنا نخاف ولما نخاف لا نتاكل على الله وده المرة الوحيدة اللي أخطأ فيها إبراهيم ولم يتاكل على الله والنتيجة فرعون عطاله حاجات كتير قوي عطاله غنم وبقر وحمير بس أخذ منه صارة وخلي بالك أيها المهاجر العزيز خلي بالك العالم ممكن يدي لك غنى ويدي لك حاجات كتير قوي بس ياخد منك أعز ما لديك ربما دلوقتي تقول لي طب يعني هو العالم هيديني حمير وبقر وإمالة ما بيديش كده بس ممكن يدي لك بيت حلو وممكن يدي لك عربية حلوة ممكن يدي لك مش سيارة واحدة لكن يدي لك أربع سيارات وممكن يكون بيتك مليان الحاجات ديات لكن ربما في انشغالك في الهجرة تتاخد منك صارة أو تتاخد منك امراتك تشعر اني مفيش المحبة بتاعت زمان ولا الشركة بتاعت زمان ممكن يتاخد منك عيالك تشعر ان هما فتكر واحد من إخوات الأحباء المهاجرين قال لي جيت أمريكا وكنت باشتغل ثلاث شغلنات في اليوم عشان أعمل حاجة لي وليولادي وبعد 17 سنة قلت كفايا شغل وعايز أعود مع ولادي جيت أعود مع ولادي لقيت ولادي مش عايزين يعودوا معايا اتغدوا مني أنا مقدرش أتخيل نفسية إبراهيم وهو بالليل قاعد من غير صارة وربما قاعد سامع صحيح صوت البقر والحمير والأتن والجمال اللي عطهاله العالم لكن كان من جوان مليان مرارة بيقول يا رب أنا عايزك تاخد كل ده وتديني صارة أخي المهاجر لو كانت أمريكا أو كانت كندا أو كان أي مكان في العالم خد منك مراتك أو خد منك أولادك أو شاعر إن بيتك بينقسم أو شاعر إن مفيش باركة في الحياة وإن كان العالم عطالك شغلانة حلوة وعطالك بيت حلو وعطالك سيارة وأكتر من سيارة وعطالك ربما كل ما تشتهي بس أخذ منك أعز ما لديك خد منك زوجتك أو خد منك أولادك إن كان فرعون الرمز للشيطان وإن كانت مصر الرمز للعالم خدت منك أغلى ما عندك تعالى للرب إبراهيم عارف يضيع سارة بس ما عارفش يرجح بس عايز أطمنك ربنا ما سبش إبراهيم يقول الكتاب درب الرب فرعون ورد سارة إلى إبراهيم لو أنت بتسمعني النهار ده وشاعر أنك خدت بركات كبيرة في الهجرة زي إبراهيم وفعلاً ربنا عرفك بيه وربنا بارك حياتك وربنا نجحك وربنا عطالك كل شيء لكن شاعر أنك ساعتك الزوجية قلت وبيقى فيه خلافات وصارة بعدت عنك أو ولادك تركوك وشاعر أني مفيش زي زمان مفيش المحبة بتاعت زمان والأفراح بتاعت زمان محدش هيعرف يرجع لك الحاجات دي إلا الرب تعال إليه النهار ده وقل له خلصني من فرعون يا رب وخلصني من الشيطان أنا بصلي من كل قلبي أن رب يعمل معك زي ما عمل مع إبراهيم ويرد لك سارة وفي انتظار لحلقات أخرى نتكلم عن دليل للمهاجر من كلمة الله الرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر